بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن القاعدة الخماسية لزيادة أو مضاعفة حفظ القرآن الكريم عشرة أضاعف الحقيقة قبل ما نتكلم عن شرح هذه القاعدة نريد أن نلفت نظاركم إلى بعض النقاط الهمة أن العالم روجرس بيري في ستينيات القرن الماضي اكتشف أن المخ له فصين فص أيمن وفص أيصر والفص الأيمن هو المسؤول عن المشاعر والأحسيس والعواطف والخيال وهو بيحب الألوان والغنى والموسيقى وهكذا والفص الأيصر وهو المسؤول عن الحسم المواقف هو المسؤول عن الكلمات والتكرار والأمور الحاسمة والكتابة والأرقام وما إلى ذلك والحقيقة بعد عشرين سنة من هذا الاكتشاف حصل على جئزة نوبل لماذا؟ لأن هذا الاكتشاف العظيم الحقيقة عمل انقلاب هام جدا في علوم العقل وعلوم التفكير والإبداع وعلوم الحفظ اللي احنا بنتكلم عنه نهارة إن شاء الله فأحنا في هذه القاعدة بنركز على الاهتمام بالفص الأيمن لأن الفص الأيمن اللي هو بتاع المشاعر والأحسيس والعواطف هو يعتبر كنز عظيم جدا للإبداع والحفظ أيضا يعني كما قال العلماء إن قدرة الفص الأيمن على الحفظ أكثر ثلاثين ضعف من تعاطي الفص الأيصر في قضية الحفظ من أهم ما يساعد الحافظ على حفظ كتاب الله عز وجل هو تقوى الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والحقيقة هذا الأمر يكون بداية بالتوبة أنت تتعامل مع كلام الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى شيء عظيم جدا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه فكيف تتعامل مع كلام الله وأن تتعصاه وأن تتوظبه ينبغي أن تتقدم إلى الله عز وجل بتوبة صادقة طوبة نصوح حتى تتمكن إن شاء الله من أن يساعدك الله سبحانه وتعالى على حفظ كلامه العظيم ثم ترك المعاصي لأن سئل أحد السلف الصالح سأل الإمام وكيع رضي الله عنه وقال له وكان طبعا يعني شيخ الحفاظ الإمام وكيع قال له ما هو أفضل علاج للحفظ فقال له أن تترك المعاصي فما وجدت والله أفضل من هذا علاجا أبدا يعني كيف بعين تنظر إلى كلام الله عز وجل وهذه العين تتجي إلى الحرام لا يعلق ذلك أبدا وهذا اللسان الذي يحفظ كلام الله عز وجل لا ينبغي أن يخوض في الكذب والغيبة والنميمة والكلام القبيح والكلام الذي يوجد الله سبحانه وتعالى يبقى الحقيقة التوبة وترك المعاصي من أهم المقاومات التي تساعد الحافظ على كلام الله عز وجل لأن الأمر توفيق من الله سبحانه وتعالى في المقام الأول هو توفيق من الله سبحانه وتعالى يقول ابن عباس رضي الله عنه لو لأن الله عز وجل منحنا من نعمه التعامل مع كلام الله عز وجل لم استطعنا أن نتعامل معه فده شيء عظيم جدنا كلام ربنا سبحانه وتعالى فينبغي أن نقبل عليه بقلب طاهر وبلسان طاهر وبعين طاهرة والحقيقة إن النية أهم شيء اسأل نفسك سؤال لماذا تحفظ القرآن بتحفظ يقال أنك حافظ لن تأخذ أجر على ذلك بل ستحاسب يوم القيامة على ذلك وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة يقضى بينهم يوم القيامة حافظ القرآن وعالم ومنفق ومجهج في سبيل الله يقال كل واحد فيما فعلت ذلك فيقول لك يا رب فيقول الله عزي الله كذبت فعلت كذا ليقال أنك حافظ ثم يجر على وجهي ثم يلقى في نار جهنم نسأل الله العافية وعموما أي عمل لا تبتغي به وجه الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بركة وليس فيه خير لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل بل إن أعمال العبادة وأعمال الطعاة لما تعملها مش ابتغاء وجه الله ده هتعذب عليهم اليامة إنما الأعمال العادية ما بتعملها لوجه الله يعني لم تعذب عليها ولكن لم تأخذ عليها أجل احذر الصلاة قراءة القرآن الحج العمرة الانفاق في سبيل الله هذه الأعمال ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى حتى تؤجر عليه إن كانت هذه الأعمال لغير الله ستحاسب عليها حسابا عسيرا ثم تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر لك ذلك لأن قال الإمامة بن القيم إن أعلى درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعان به التوكل عليه في طلعاته فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في أمورك العادية وقال ربكم دعوني أستجيب لكم فأبالك وأنت تدعوه للتقرب إليه فالدعاء هنا أرجى للإجابة إن شاء الله ينبغي أن يكون لك ورد قرآني يومي لأن هذا من أهم المسائل التي تجعل القلب مع الله سبحانه وتعالى والورد القرآن الحقيقة هو شحنة ربانية بكلام الله سبحانه وتعالى تدعم القلب وتجعله موصولا مقريبا من الله سبحانه وتعالى قبل ما نتكلم عن طريقة الحفظ ودور المخ في هذا الأمر في حاجات مهمة جدا وهي الاختيار ينبغي قبل أن أحزم على عملية الحفظ أختار الرفيق أو معين طبعا الوضع المثال في المعين أن يكون مركز لتحفيز القرآن الكريم لأنه يكون له نظام وسيستم ومدرس ومتابعة ولكن إلا من يتيسر ذلك فينبغي أن أختار صديق يعاونني ويساعدني على ذلك وأتجنب طبعا الأشخاص السامين اللي هم الناس السلبيين اللي عندهم إحباط وعندهم ما عندهمش عزيمة كبيرة جدا لأنه طبعا أكيد هيأثر عليه مهم جدا أن أحدد مع هذا الصديق قطة معينة للحفظ وهي مثلا أن نحن نحدد قدر معين يوم من الحفظ سنحفظه ونحدد مع بعض طريقة التعاون هتبقى إزاي هنقرأ الآيات مع بعض هنقرأ التفسير هنسمع لبعض هذا التحديد مهم جدا الحقيقة عشان نلزم نفسنا بهذه الخطة مفترض أن نحن ندعم بعض ونقوى بعض والحقيقة التعاون سبت في كل المجالات بيؤدي في الآخد إلى النجاح طيار قارئ محبب وده أمر هام جدا الحقيقة لأن الإنسان لما يسمع القرآن من قارئ بيحبه هذا الأمر بيفتح أفاق جيدة جدا للفص الأيمن للتفاعل والتعاطي مع القرآن الكريم احنا قلنا أن الفص الأيمن قدرته على الحفظ أكثر من الفص الأيصر بثلاثين مرة فكوني إننا أختار قارئ أنا بحبه يبقى أنا أطلقت للفص الأيمن العنان في التعاطي والتفكير الجيد وتخزين المعلومة بطريقة جيدة الحقيقة المعلومة عشان تخزن فيه زاكرة مؤقتة وفيه زاكرة دائمة الزاكرة المؤقتة الأحداث اليومية اللي أنت لا تعبق بها على مدار اليوم وطبعا أكيد إنها ما بتعلقس بزينك إنما الزاكرة الدائمة أو الثابتة هي اللي بتحتاج شيء من الاهتمام شوية اللي بتحتاج تكرار بتحتاج التركيز بتحتاج مراجع بشكل معين بتحتاج شيء من الاهتمام فمطلوب إننا ننقل هذه المعلومات من الزاكرة المؤقتة إلى الزاكرة الدائمة فالحقيقة كوني إننا أختار شيء أنا بحبه يبقى أنا جعلت للفص الأيمن المخ اللي هو مسؤول عن الحفظ تفاعل كبير جدا اللي احنا قلنا للفص هذا بتاع الحب وبتاع المشاعر وبتاع الفن وبتاع الخيال كوني إننا بحب هذا القائل وتفاعل معه وحبز لو أني نغمت مع القرآن إن أنا إيه أقعد أقلده أو أقرأ معاه أو حتى في أوقات الانسجام أو أسر روحة نفسية لو عدت ناغن مثل ما يناغن يبقى أنا كده ضمنت إن شاء الله إن هذا الحفظ سينتقل إلى الزاكرة الدائمة المستقرة ويكون مصعب جدا إن أنا أنساه بعد ذلك بعد كده اختيار الزمان ودي نقطة مهمة جدا والحقيقة أفضل وقت الحفظ كما سبت هو فترة بعد الفجر مباشرة أو قبل الفجر اللحظة دي طبعا بيكون المخ في أعلى درجات النشاط أو بيسموها العلماء الحالة ألفة وبيكون في حالة من الاسترخاء وبيكون أعلى انسجام ما بين فصي المخ الأيمن والأيصر والحقيقة الطريقة المثالية لتثبيت المعلومة ونقلها إلى الزكرة السابتة هو تفاعل الفص الأيمن مع الفص الأيصر في أين واحد فأعلى درجات التفاعل ما بين هذين الفصين بيكون فترة بعد الفجر والحقيقة دي فترة مباركة كما قال الله مبارك لأمته في بكوريا وليما بيطار المبدعين والمفكرين والناس الخارقين في تفوقهم دائما له لحظات تأمل وتفكير وتخطيط وإبداع فترة بعد الفجر فبتلاقي كل القرارات وسليمة لأن المخ بيكون في أفضل أوضاع والحقيقة السابت العلمية فعلا أن المخ بيكون أنشط في الدرجات العالية فترة بعد الفجر 15 ضعف من الأوقات العادية حالة الاسترخاء أو حالة الانسجام ما بين فصي الأيمن فصي المخ الأيمن وأيصر بعض الناس بتحاول أن هي تختلقها في غير وقت الفجر إزاي دي إن شاء الله في تمرين الاسترخاء لما رجي نتكلم إن شاء الله أعمال العقل نتكلم عليها بالتفصيل في أمر آخر مهم جدا في موضوع اختجار وقت الحفظ الحفظ قبل النوم ثبت علميا إن قبل النوم بخمسة واربعين دقيقة جميع الأفكار أو جميع ما تعامل معه المخ في هذه الفترة يظل الإنسان طول الليل المخ يشتغل على الخمسة واربعين ديها دول ولذلك بينصح الإنسان ما ينامش على أخبار سهيئة أو أخبار كئيبة بعض الناس كده لما يجي نام يقعد يسمع أخبار كئيبة وتدمير لا طبعا الإنسان ينام على أخبار سعيدة عشان يظل طول الليلته سعيدة فالشاطر اللي يحفظ قبل النوم بخمسة واربعين دقيقة هيظل العقل اللي هو الفصل الأيمن ده المهم اللي قلنا ده عشان ده خطوط على الحفز أعلى هيظل طول الليل يشتغل على الخمسة واربعين دقيقة اللي انت عيشت معه قبل النوم والحيال الفصل الأيمن ثبت علميا أنه لا ينام أثناء النوم الفصل الأيصر بينام لأنه ده قائد طبعا ده بتاع القرارات الحزمة وبتاع الحزم وقطع الأمور فلازم ينام عشان عشان هو اللي بيسوء العربي هو اللي بيخود إنما الفصل الأيمن ده بتاع المشاعر والعواطف والحب والكلام ده والأحلام والخيال ده لا ينام أبدا فسيظل المخ الفصل الأيمن يعمل على الخمسة واربعين ده اللي أنت حفظت فيهم القرآن إلى الصباح يبقى أنت استغلت فترة النوم كما لو كنت عمالة تحفظ القرآن الكريم والحقيقة أنا أعلم شيخ كبير يعني رغم أنه مسن حفظ القرآن الكريم رغم كبر سنه كان بيحفظ ساعة قبل النوم وساعة بعد الفجر بس ساعتين وربنا وفق وحفظ القرآن الكريم كله وحفظ جميل جدا الحقيقة فإحنا وبعدين كثير جدا الحقيقة من القضاء والأئمة كان لهم استفادة فيقول القاضي العزم عبدالسلام وهو طبعا قاضي عظيم مشهور كان في مصر قال وما شكلت علي قضية ودرستها وقرأتها قبل النوم إلا وجدت لها حلا في الصباح ليه لأن الفصل يشتغل يشتغل وبتلاقي الناس النكحين العقية ما يخدش قرار حاسم في حياته أبدا يقول لك أنا مبايت على استخارة طب يديني رد النهار دا يقول لك لا ما عليش خلينا البكرة خلي مخه كده يمخ وكده والفكرة تختمر ده كلام علمي صحيح حقيقة فالإنسان مفترض القضية الهمة يدي المخ فترة التفاعل فترة النوم والفصل أيما يعد التفاعل مع الفكرة وفي الصباح بتكون الفكرة النجاحة إن شاء الله مكان الحفظ مهم أو اختيار مكان الحفظ هو الحقيقة أفضل مكان الحفظ القرآن هو المسجد لأن الحقيقة الخشوع الموجود في المسجد والهدوء ده من أحد مقاومات تثبيت الحفظ وكل مكان العقل في حالة خشوع عشان كده بيوصح الممكن يبقى حفظ القرآن بعد الصلاة وبشرطا الإنسان بيكون في حالة من خشوع فإلا ما يتيسر المسجد ممكن نشوف مكان معين أنا بستريح فيه نفسيا ويكون مكان هادئ ما فيش في دوضاء وأضمن ألا يقاطعني أحد في هذا المكان يعني كده أعود الناس العايشين معايا في البيت أو كده طبعا الموبايل طبعا يكون مغلق بعيد خالص على هذا المكان لا تكون هناك أي مخاطعات كل ما كان مكان هادئ وكل ما كان مكان مريح نفسيا فده بيساعدنا الحفظ لأن الحقيقة الخشوع ده اللي هو حالة الموقف بيكون في حالة ألفة الخشوع في حد ذاته ده بيجعل الموقف أعلى درجات نشاطه والحقيقة أنا أعرف صديق لي كان بيعمل عمرة فقال أنا كنت براجع كل يوم خمس أجزاء من القرآن وأنا في العمرة بقول لي ما بقدرش راجع جزء واحد بس وأنا في فلدي فقلت له لأن المخ لما يكون في حالة خشوع الحقيقة بيكون قدرته على تثبيت المعلومة ويكون في أوج نشاطه ودي الحارة ألفة اللي تكلمنا عنها وعكسها التوتر تماما يعني سلما يكون أعيش في حالة التوتر ما بيقدرش يجمع حاجة إطلاقا كل قرارته غلط طبعا أكيد اختيار المصحف مهم جدا اختيار المصحف والحقيقة أفضل المصحف اللي انت ممكن تقدر تتعامل معاه هو المصحف اللي موجود في الهامش تفسير الكلمات الصعبة ليه لأن انت لو حفظت بدون فهم يبقى انت أغلقت على المخ ضرر كبيرة جدا جدا من التثبيت أو انت استخدمت المخ في إطار ضيق جدا فكونك ان انت تفهم الكلمات الصعبة أثناء الحفظ فده بيسهل لك موضوع الحفظ وبيثبت المعلومة بشكل جيد جدا والحقيقة أخطر حاجة بتشت الحفظ ان انت تحفظ في مصحف متعدد أو طبعات مختلفة لازم تحدد مصحف واحد بس ولا تغيره أبدا لأنما نجي نتكلم عن الزاكرة البصرية بعد كده بتعرف ايه ان انت بتصور الصفحة بتاعة المصحف في مخك زي بالزبط اللي ما كون بتصورها بكاميرا تعرف الحديث عن الجنة كان في الربع الأولين على يمين وبعد كده حديث عن أهل النار في الربع التاني على الشمال هذا التصور أو هذه النسخة لما تنطبع في مخك دي هتساعدك كتير جدا في الحفظ في الزاكرة البصرية ان شاء الله تعالى طريقة الحفظ التركيز مهم جدا قبل لما تحفظ طبعا انت بتحتاج تهيئة في الأول وتمرين التنفس والاسترخاء هنقوله بعد كده ولكن إن لم تكن مركز تماما في عين الموضوع فاعلم أن كل حفظك في شتات وأنك لم تستطيع أن تخزن المعلومة بشكل صحيح يعني تغلق الموبايل وتغلق كل الوسائل اللي ممكن تقدر تقطع عليك أمرك عشان كده بقول ان الحفظ بعد الفجر ده جميل جدا جدا ان انت فعلا بتركز عشان حتى العالم بيبقى في وادي وأنت في وادي بعد كده الفهم والتدبر الحقيقة إن الطرق القديمة يعني بتجعل الإنسان يعني يبزل جهود كبيرة جدا جدا أكيد التكرار طبعا له في وقت كثيرة جدا ولكن التكرار بدون فهم وبدون تدبر لن يجد كثيرا لماذا بقى لأن الطرق التقليدية القديمة جعلتك بتستخدم 5% بس من قدرات العقل وسبحان الله رغم كده برضو كثير جدا من الناس اللي هم حتى ضعاف الزكاء وضعاف الإمكانيات حفظ القرآن الحمد لله ويحفظوه حفظ جيد ولكن يقولن التكرار لو دوع بالفهم والتدبر يبقى احنا كده استخدمنا الجزء الكبير الخاص بالحفظ وهو الفصل الأيمن كما تكلمنا فأنا إذا فهمت القرآن قبل الحفظ فاعلم أنه سيكون من السهل جدا تثبيت هذا الحفظ ونقله من الزاكرة المؤقدة إلى الزاكرة الدائمة ولكن هذا الفهم ينبغى أن يكون فهما مبسطا يعني عارف الكلمات الصعبة بس معناها لا أقصد أنت تغرف في خطب التفسير لا طبعا يعرف الكلمات الصعبة ويكون هذا الفهم فهما مبسطا ولابد أن أعطي العقل مساحة من الوقت يعني أفهم ثم وقفها تدبر لو في معنى عجبني أعطي لي شيء من الوقت وأسبح بخيالي في هذا المعنى وأتدبر فيه لأن هذا الفهم الحقيقة في حد ذاته سيؤدي إن شاء الله إلى تسبيت المعلوم والحقيقة هو الهدف أصلا من حفظ القرآن الكريم هو فهمه للعمل به فكون أنك تحفظ القرآن الكريم وأنت لا تفهمه فما فعلت شيء أكيد طبعا ستأجر على أي وضع سوف تأخذ أجر ولكن كونك تحفظ القرآن وأنت تفهمه وأنت تتدبره فأنت تحصل باركة القرآن الكريم لأن هذا القرآن المبارك ربنا عز وجل قال عليه أنه مبارك وتحصل باركة القرآن الكريم من التدبر فيه كما قال ربنا عز وجل كتاب أنزلناه إليك ممرك ليتدبر آياته وليتذكر أولي الألباب بعد كده في طريقة الحفظ عملية الربط والربط دمهم جدا يعني الربط يعني المفروض الحقيقة أنا قبل لما أحفظ الصورة الأول أخر الصورة بتأني علشان أعرف فيما تتحدث هذه الصورة عن الموضوعات وحاول أربط بين كل موضوع والآخر والحقيقة بيكون ربط منطقي بالعكس القرآن الكريم ده كله تشعر أنه كلمة واحدة كما قال أحد المفسرين ففي ترابط عجيب وده من سر الأجهزة القرآن الكريم بتلقى الربط يعني فعلا سيومتعك والحقيقة الرابط ده أو محاولة الرابط ده بيفعل الفص الأيمن من المخ اللي بيسهل عملية الحفظ والربط المنطقي بيشغل الفص الأيصر والربط البعيد اللي مش الربط القريب بيشغل الفص الأيمن يبقى لما تشغل الفصين ويحزن الزجام يبقى نتأكد أن المعلومة إن شاء الله سوف تستقر بشكل جيد في المخ يعني ربنا عزيزي يتحدث عن أهل النار سمع ذلك يتحدث عن أهل الجنة ده الربط البسيط أو الربط المنطقي أو الربط اليسير إن فيه ربط بعيد يعني مثلا على سبيل المسال ربنا عزيزي يتكلم عن آيات الصيام وبعد آيات الصيام يأتي الحديث عن الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوات الداعي إذا لعن طب إيه علاقة الدعاء بالصيام إيه علاقة الدعاء بالصيام ما أفكر كل إن أنا أفكر وأربط يبقى أنا يبقى المعلومة استخرت وثبت في زيني وجعلت للفص الأيمن فرصة كبيرة جدا للتفاعل فالمعلومة هتثبت إيه بقى علاقة الدلاثنين علاقة إن الصيام طبعا فيه انكسار وفيه مزلة بالجوع لله سبحانه وتعالى وده مش شرط الدعاء لأن العبد عندما يدعو الله سبحانه وتعالى وهو منكسرا زليلا فإن هذا يكون إن شاء الله أوقع إلى استجابة الدعاء إن شاء الله حتى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن للصائم دعوة لا ترد لأن الصائم يكون جوعانا منكسرا يزل نفسه الله سبحانه وتعالى فيكون أقرب إلى استجابة الدعاء إن شاء الله الربط أيضا ما بين أول الصورة وآخر الصورة من الإعجاز العظيم للقرآن الكريم أنك ترى الصورة بدايتها بتتكلم عن تهيئة للموضوع أو المحوى الرئيسي للصورة ونهايتها فإذا ربطنا بين أول الصورة ونهاية الصورة يبقى إحنا كده خربنا المعنى أيضا أربط موضوع الصورة أو الهدف الصورة لأن لابد أن أفهم المحور العام عن الصورة بإسم الصورة يبقى يبقى نربط ما بين إسم الصورة بين أول الصورة وإخر الصورة ما بين موضوعات الصورة ولما انتقل الموضوع لموضوع آخر لابد أن أربط بينهما وفي ربط كمان مهم برضو عشان تشغيل فص الفص الأيسر إن أنا عند نهاية المقطع أحفظ الكلمة التي في المقطع الجديد يعني وانا بحفظ المقطع الاول مثلا فبحاول احفظ اول كلمة في المقطع الثاني لان انت لما تيجي تراجع هتلاقي دايما انت بتقلط عندي ايه عندي نهاية المقطع الاول وبداية المقطع الثاني فلو خدت اول كلمة يبقى انت ضمنت ان انت ان شاء الله مش هتخطأ بس خل بالك دي حاجة تخص الفص الايصر انما الفص الايمن احنا عايزين بقى المشاعر والاهم المشاعر والاحسيس والخيال وربط المعنى والشيخ اللي انا بحبه بعد كده موضوع التغني والتغني ده الحقيقة مهمة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لان التغني الحقيقة ده من اهم الوسائل التي تفاعل الفص الايمن هو الغناء التغني بالقرآن والحقيقة انت تجد مثلا بعض المدرسات بتدخل دي بقى اللي بتتعامل مع الفص الايمن تلاقيها مثلا عملة غني وعملة تمثل بأيديها وبتضحك وبتضحك الولاد الولاد بيحفظه بسهولة تقول له مثلا الالف عسايا طويلة وطويلة خالص للسماء والولاد يضحكم كده بقى التغني والاغنية كل ده بيجعل الفص الايمن بينشط بطريقة اكتر فتستقر المعلومة بشكل جميل انما المدرسة اللي بتعتمد على طرقه التقليدية والفص الايمن تقول الف 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 يعوده الف مت مرة وفي الاخر تقول له ما هذا فلا يستطيع فلا يحفظ شيء لم يفهمش انما اللي عملة تغني وتتلاعب وتمثل وتضحك وتجيب لهم نكتة والعوة دي بتتفاعل مع الفص بتاع التغني والخيال وأحلام اليخزة والحب والمشاعر والاحسيس والعواطف فبتكون تسويت المعلومة بشكل افضل ان شاء الله اخر حاجة التكرار التكرار مهم جدا الحقيقة ولكن احنا بنقول ان الطريقة التقليدية القديمة انها يكرر بدون فهم فطبعا لا شك انه هيحفظ طبعا بكسل التكرار ولكن هيبزل مجود كبير جدا حتى ان التكرار لو كرر اكتر من عشر مرات بيحصل فيه ملل بعد كده العقل بيتوقف خدوطه على الحفز بسيط انما لو كان هذا التكرار مدعوما بالتغني مدعوما بالفهم والتدبر والخيال يبقى كل هذا ان شاء الله نتأكد ان ان شاء الله هذا الحفز سيستقر وسينتقل من الزاكرة المؤقتة الى الزاكرة السابتة ويكون الحفز بشكل عاطيب التكرار يكون بالسماع ممكن التكرار بالتلاوة ممكن التكرار بالكتابة كل هذه وسائل جيدة جدا وهذا يخص الفصل الايسر وهذا شيء طيب ولكن لو دعمنا هذا التكرار بالعواطف والمشاعر والاحسيس والتغني والفهم والتدبر والخيال يبقى احنا ان شاء الله سيتم هذا التفاول بين فصل الايمن والايسر المعلومة ستتثبت بطريقة جيدة ولن ننساها ان شاء الله العقل والحراث الحقيقة اهم حاسة في موضوع حفز القرآن هي حاسة السمع حاسة مهمة جدا حقيقة واولها ان تتخير شيخ انت تحبه وانتشتغله مع الفصل الايمن لما تختار الشيخ بتحبه وتتفاعل معه لو كان مثلا قرآن مصور مثلا او كان ترتيل مثلا بالموبايل او اي حاجة يبقى هذا الحب وهذا التفاعل ده بيفعل الفصل الايمن من المخ فبيكون تثبيت المعلومة اسهل كثير والحقيقة انا اعرف وناس كثيرين جدا حفز القرآن بيستمع فقط الحقيقة بيحكي احد الحفاظ انه حضر مسابق مهمة جدا في دولة من الدول الخليج فوجد رجل اللي يعني لبسه متواضع يعني وشكله كده متواضع هو ظن انه يعني يعمل خدم لأحد الشيوخ اللي جاي انه يسمعه القرآن كله الحقيقة ولكن فوجئ الجميع ان هذا الرجل يعني المتواضع في هيئته وفي لبسه انه جاي يسمع القرآن داخل في المسابق والغريب بقى انه اطلع الاول والغريب انه كان نسخة تماما من الشيخ المنشاوي فالناس تعجبهم يعني قالولهم يعني انت بتستغل ايه يعني ما هي قصاتك فقال انا رجل سواء بحط الشريط بتاع الشيخ المنشاوي طول ما انا مسافر وانا بسمعه وانا بحب المنشاوي فحفظت القرآن بيستمع ولتفعيل حاسة السمع لو اقولنا مثلا ان انا هبدأ قبل ما احفظ ان انا هسمع ولو القرآن مصور طبعا مصور بالصورة بسمعه مثلا الشيخ انا بحبه قبل ما ابدأ احفظ واسمعه مرتين او ثلاثة يبقى في الحالة دي ان انا سخنت بطريقة جميلة وطريقة محببة للنفس وضمنت حاجة مهمة جدا ضمنت ان العقل وصل لحالة الفة اللي هي حالة الاسترخاء وحالة القشوع وحالة الراحة النفسية اللي هي عكس التوتر يعني يبقى في الحالة دي انضمنت ان المعلومة استقارت بشكل جميل لما بعد كده ابدا اقرأ واكرر فيكون التثبيت افضل الدكتور احمد القاضي الحقيقة عمل دراسة جميلة جدا اشترك فيها ناس مسلمين وغير مسلمين واشترك فيها عرب وغير عرب وسماهم القرآن الكريم وادر ان هو يقيس الخلايا العقلية ماذا يحدث بها اثناء سماع القرآن الكريم فوجد ان 79% من هذه الشريحة العريضة الكبيرة اللي هي كان مستوعين لهذا الامتحان وصل المخ الى اعلى درجات الانسجام والراحة النفسية والحالة الفة اللي احنا قلنا الهدوء والاسترخاء الجميل ده والحقيقة هذا الامر يدل على ان القرآن الكريم فيه معجزة عظيمة جدا فاحنا لو استقدمنا هذه المعجزة العظيمة وهي ان سماع القرآن الكريم بحب لازم شيخ بكل انا بحبه بيؤثر في المخ بطريقة ايجابية وبيجعل خلايا المخ تتفاعل بطريقة مريحة وهادئة ويحول المخ الى حالة الفة اللي هي حالة الاسترخاء فالامر ده يساعدنا من درجة كبيرة جدا عن الحفظ وتثبيت المعلومة ونقلها الى الزاكرة السابتة ان شاء الله حاسة البصر مهم جدا ان احنا نسمع القرآن المصور الحقيقة الحقيقة قناة قرآني جنات على اليوتيوب وصفحة قرآني جنات على الفيسبوك اتمت انتاج القرآن المصور بالصورة كاميرا فالحقيقة لو شفنا القرآن المصور بالصورة الحقيقة ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أن فأخرجنا به ثمرات مختلفا ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومفروض نستفيد بالفيديوهات الحقيقية في تثبيت الحفظ ولكنها مهمة جدا أن القرآن المصور هيؤدي إلى تثبيت المعلومة في المقه بطريقة جميلة جدا ولكن أنا محتاج أن أستفيد بحاسة البصر وأنا بقرأ القرآن مهمة جدا أن صفحة القرآن دي أصورها في مقهي أحفظها أعرف الأول الصفحة بتتكلم عن إيه بتتكلم الأول مثلا عن أهل النار وبعدين أهل الجنة وبعدين صفات أهل النار أصورها موجود إيه على اليمين وموجود إيه على الشمال موجود إيه في نص الصفحة موجود إيه في أخر الصفحة حتى غمض عينيها كده وسمع والله الصفحة دي الربع الأولان اللي بتتكلم عن كذا اليمين كذا الشمال كذا هذا التصوير وهذا التركيز الحقيقة مهمة جدا جدا حتى أنه كثير جدا من الحفاظ يعني عنده خبرة في هذا الأمر لما تلاقي نفسه وقف بيحاول يتذكر وقف فين زي ما يكون واحد مثلا بيزور مدينة معينة وعايز يوصل لمكان معين بقوله الله مثلا في الشارع التالت كان موجود فيه محل جزارة وبعد كده مثلا في سوبر ماركت هكذا بالزب يبقى تجعل صفحة القرآن أمامك كما لو كانت حي أو شارع معين وتحاول تتذكر لأن ده سيعينك إن شاء الله في تثبيت المعلومة بمشيئة الله سبحانه وتعالى بعد حاسة البصر هو عمل العقل المخ ينقسم إلى فصين الفص الأيمن والفص الأيصر وكما ذكرنا إن أعلى درجات الحفظ لما يكون المخ مهيئ بأعلى درجة التثبيت المعلومة هو أن يتفاعل الفص الأيمن مع الفص الأيصر في نفس الوقت حتى لما قلنا التكرار ده مسؤولية الفص الأيصر أمن دعمه بالتغني ومن دعمه بالخيال ومن دعمه بالفهم والتدبر والتأمل ومن دمهه بمحبة الشيخ اللي احنا بنحبه أو التناغم بالقرآن بالتغني يبقى كل ده بيساعد العقل على تثبيت المعلومة ولما ندعمه بالشيخ اللي احنا بنحبه يبقى احنا كده بنقوي الحفظ ويثبت بطريق العيدة في المخ إن شاء الله طيب ولكن هذا العقل يحتاج إلى تهيئة وإلى تدعيم قبل الحفظ احنا عايزين نكلمكم عن تمرين هام جدا هو تمرين الاسترخاء والحقيقة إن مراكز تحفيظ الموجودة في أوروبا وأمريكا الحديثة بتعتمد على هذا التمرين قبل الحفظ لأنه ما ثبت إن هو بيؤدي إلى زيادة طاقة الحفظ الدرارة الكبيرة جدا وتمرين الاسترخاء ده بيبقى حوال تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة إن انت بتجلس في حالة من الاسترخاء مش نايم يعني شبه نايم وبتغمض عينيك وبتعمل تمرين التنفس إن انت بتاخد شهيق من الأنف حتى يمتلئ الصدر بالهواء ثم تخرج زفير ببطء كما لو كنت بتنفق بلونة كده نفخا بسيطا بتقرر العملية دي مثلا 15-20 مرة وفي نفس الوقت بتعيش أفكار إيجابية بتقول إن شاء الله أنا بحفظ القرآن وإن شاء الله ربنا يكرمني وربنا عز وجل سيد خلني الجنة وكل مشاكل في الحياة هتتحلم ويحفظ القرآن الكريم هذه الأفكار الإيجابية مع الاسترخاء مع تمرين نفس مع إن أنا ممكن أردد لفظ الجلالة أو الله 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 هذا التمرين بيدي طاقة كبيرة جدا المخ ليه لإن أنا بقى أمكن نسبة كبيرة جدا بالأكسجين إن هي تصل إلى الدم والمخ بيستهلك 20% من طاقة الأكسجين اللي موجود في الدم يبقى أنا ديت للمخ دفعة كبيرة جدا ومعشات كبيرة جدا فيكون قدرته إن شاء الله على الاستعاب بشكل جيد جدا الجسد إيه علاقة الجسد بحفظ القرآن؟ معروف طبعا إن العقل السليم في الجسد السليم فالاهتمام بالجسد الاهتمام بالرياضة الاهتمام بالتغذية الاهتمام بالأفكار الإيجابية لأن الحقيقة التوتر والتشنج والقلق والخوف كل الأمر طبعا بتدمر كل شيء وأولها المخ ثم الفشل في نهايته والأمور بسيطة إنسان لو أخذ الأمور ببساطة كده واستعامل الله وتوكل على الله يبقى الحالة النفسية مهمة جدا والحقيقة الاهتمام بالرياضة في غاية الأهمية الحقيقة لأن ده برضو بينشط العقل وبينشط خلايا المخ بدرجة عالية جدا وبالتالي بيكون قدرة التخزين بشكل جيد جدا بالنسبة للموضوع التغذية بينصح طبعا بالطمر عشان فيه بوتاسيوم والبوتاسيوم ده مهمة جدا لخلايا المخ وأيضا المواد الغذائية اللي هي بتحتوي على الأم جسرية زي سمك السردين وسمك السلمون وقالوا كمان اللبان الزكر والزنجبيل وحبة البركة مهمة برضو في تقوية الخلايا المخية وأيضا فيتامين سي اللي هو موجود في الخضرات والفكه كل هذه المسائل هي اهمة جدا لزيادة الحفظ لأن حقيقة كل ما كان الجسد في حالة أفضل كل المخ يتابع له بالعكس أن المخ رغم أنه يعني ما بيمثلش مثلا 2-3% من الجسد كله في وزنه أو في حجمه لأنه بيستهلك 20% من طقة الجسد فكل ما كان الجسد متعافي كل ما كان الجسد في وضع صحي يبقى المخ إن شاء الله بيكون تابع له أهم حاجة بقى في الموضوع كله الربط بالواقع والحقيقة هكذا حفظ الصحابة رضو الله يعلم القرآن الكريم كما ورد كنا في بيت الأرقم نأخذ عشر آيات نفهمها نتعلمها ونحفظها ويطبقوها في حياتهم في الحقيقة يعني القرآن حتى يكون حج لك ينبغي أن ما تقرأه ده مش مهمة بس في الحفظ ده المهمة ده في الحفظ والمهمة في تقولك الجنة والمهمة أن الله عز وجل يرضى عنك إن القرآن ده أنت مش بتحفظه كده كمعلومات لا أنت بتحفظ القرآن ليكون واقع في حياتك حتى يكون سلوكك مطابق للقرآن الكريم يبقى لابد أن ذلك كله تطبيقه في حياتك حتى أنك تتخيله يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم طيب هذا الكلام حتى لو أنا لسها جوز لا أخذ عزيمة قوية جدا إن أنا أطبق قول الله سبحانه وتعالى وإن أنا لما أختار أختار إنسان المؤمنة وإنسان الصلاة وأيضا ولا تنكيح المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشركة ولا أعجبكم نفس الموضوع وهكذا في كل أموري يبقى أنا المفروض إننا كل لما أشوف أمر من الله سبحانه وتعالى أقول أمري من الله عز ربنا عز وجل ملك السماوات والأرض يبقى تعظيم هذا الأمر إننا أربطه في حياتي حتى ولو مش في التو يبقى أنا بستغفر الله لو كنت مخطئ بغير سلوكي وعندي عزيمة قوية جدا إن أنا في المستقبل لابد أن أطبق كلام الله سبحانه وتعالى الكلام ده في حد ذاته مش هيثبت الحفظ بس ده الكلام ده هيثبتك إن شاء الله ويثبت قدمك على الصلاة يوم القيمة المراجعة الحقيقة ثبت علميا إن أنت بعد ما تحفظ لو ما راجعتش هذا الذي حفظته بعد ساعة هتنساه يبقى أول حاجة إن أنت تراجع ما حفظته بعد ساعة وبعدين بعد يوم تعيد تاني الإيه اللي أنت حفظته يبقى أنت إن شاء الله إحنا كده بننقل المعلومة من الزاكرة المؤقتة إلى الزاكرة السابتة أو الزاكرة الدائمة يبقى بعد يوم بعيد الإيه ممكن يكون بالسماع بالسماع الشيخ المحبي اللي اتفقنا عليه والقرآن المصور ممكن يكون بالتلاوة بس لما أجل راجع لازم أرجع مش مرة واحدة مرة اتنين أتأكد فعلا أتثبت إن المعلومة ثبتت فعلا في عقلي وأسبوعيا لها بد أن أنا أجعل يوم في الأسبوع المراجعة معروف كده كل أسبوع لما راجع ما سيبش المعلومة دية إلا ما تأكد إنها ثبت في ذهني المراجعة بعد كده بعد شهر يبقى أنا كل شهر لازم أرجع لنا حفظته من شهر آخر حاجة بعد ثلاث شهور يبقى عندنا مراجعة بعد ساعة مراجعة بعد يوم مراجعة بعد أسبوع مراجعة بعد شهر مش بعد أسبوع لا مراجعة أسبوعيا ثم مراجعة بعد شهر ومراجعة بعد ساعة شهور يبقى أن نتأكد إن شاء الله إن المعلومة ثبت في العقل بطريقة جيدة جدا بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة